القائمة زي ما حضرتك شفتها وانا لو قلت في الانترو ان فيها بعض المفاجآت فلو انت قاعد بتحلل وبتقرأ وبتشوف من بدري ممكن تعتبرها مش مفاجآت صلاح محسن واحمد عبدالقادر اكيد الاتنين في منتهى الغضب والزعل دلوقتي انا بكلم مع الاتنين دول تحديدا اكتر من اي لعب من المستبع دي الاتنين دول تحديدا يعني ليه منهم واحد اللي هو صلاح محسن راجع للاهل للمرة التانية ولا التالتة كمان والمفروض الامور تبقى جيدة والمفروض الاهل اعتمد عليك مهاجم والمفروض جاي ما كان محمد شايفلي كان هدف الفريق وتفاصيل كثيرة احمد عبدالقادر اللي هو اصلا واحد من هدفين النادي الاهل التاريخيين في كأس العالم للاندية واحد من اللاعبين المواهب القليلين في قرط القدم المصرية شوف بقى الاتنين دول يا جماعة اصروا في حق نفسهم قد ايه اوي طبعا لو هما الاتنين نفسهم سمعين لوقتي اقول ايه يا عم انت مش فهم حاجة يا عم والله انت معارف حاجة هو المدرب اللي مش شايف كويس وهو المدرب اللي مش عارف كويس بس فيه امراض احمد عبدالقادر من اكتر اللاعبين اللي خدوا فرص مع النادي الاهلي ونادرا لما كان بيستغل هذه الفرص يعني له بعض اللقطات الجيدة وبعض المباليات الجيدة مع النادي الاهلي بس قليلا صلاح محسن اللي من كم سنة لوقي اربع خمس سنين تقريبا لما جي النادي الاهلي من امبي والصفقة اللي كان عليها كلام كثير كثير على الرقم وخلافه ويطلع مرة ويطلع مرة اعارة ويرجع تاني ويطلع مرة تانية اعارة ويرجع تاني وافتكر لي مباراة كده صلاح محسن عملها حلوة مع النادي الاهلي افتكر لي يعني يقول لي ايه اه فاكر المباراة اللي كانت قدام في بطولة صلاح محسن كان نجم المباراة عمل ايه بقى صلاح محسن عمل ايه عملش حاجة هو بيعمل بس بيشاول الجمهور كده بس عمل ايه بقى صلاح المحسن على فكرة انا والله مش جاي على الاتنين دول تحديدا لو صلاح المحسن عبدالقادر عشان بس ما بحبهمش فيهم واحد منهم يعني يعتبر يعني اعرفوا بمعرفة شخصية مش معرفة بس عمل تمام بس عملوا ايه اثروا في حق نفسهم ليه ليه لمصلحة انت الخسران اكيد انت الخسران مش الاهل الخسران اكيد وكرة القدم المصرية تزعل على اتنين المفروض كنا نتوسم فيهم خير كنجوم لكرة القدم المصرية وبعد شوية هكلمكم عن فكرة النعمة لما تجيلك وتهدرها ونستني تتمناها وما بتجلهاش وبنخسر مواهب اخرى كتير في قرة القدم المصرية هنتكلم عن موضوع ده كتير شوية بأمثلة كثيرة كتير قوي هتشوفوا حاجات مهمة جدا في هذا الامر اشتركوا في القناة